الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله وقدم لكم تطبيق أقل ما يقال عنه أنه رائع جدا ومفيد لكل هاتف فمن خلال تطبيق موضوع حلقتنا هذه يمكنك تحسين أداء البطارية تسريع الهاتف تسريع الشحن والقيام بمجموعة كبيرة جدا من الوظائف المهمة لكل هاتف إذن دعونا ننتقل مباشرة للتعرف على هذا التطبيق وكيفية استخدامه مرحبا بك مجددا التطبيق موضوع حلقتنا هو L-Speed التطبيق يحتاج إلى روت كاميرا تشاهد معي التطبيق مجاني ومتوجد على المتجر إذا لم يكن لديك روت فهنا لك مجموعة من الشروحات على موقع مشروح تجد فيها كيفية عمل روت تجدوه إن شاء الله في موضوع الحق الرض أسفل هذا الفيديو مباشرة بعد فتح التطبيق يطلب مننا إعطائه صلاحية روت نضغط على لاو أو أطوريزي أو سماح نقوم بالتشير على هذا المربع هنا حتى يتذكر بأننا أعطينا صلاحية الروت ولا يطلبها مجددا ثم نضغط على لاو مجددا إذن كما تشاهد معي مباشرة بعد فتح التطبيق يرطينا هنا مجموعة من المعلومات الأساسية حول البطارية مثلا حالتها نسبة الشحن مجموعة من المعلومات كما تشاهد معي يرطينا أيضا معلومات حول ظام أو ذاكرة الوصول العشوائي معلومات حول البروسيسور أو الـ CPU أو المعالج ومجموعة من المعلومات الأساسية يمكنك التطلع عليها ما يهمنا نحن الآن هو الذهاب إلى قائمة الإعدادات هنا ثم نختار من Tweaks بطبيعة الحال سوف تجد عندك هنا مجموعة كبيرة جدا من الخيارات يمكنك التعديل عليها لكن لسلامة جهازك أنصحك بتطبيق التعديلات التي سوف أشرحها لك أنا والتي ينصح بها أصلا مطور هذا التطبيق إذن تابع معي الشرح أول شيء عندنا هنا البوست ناو هذا الخيار يسمح لك بتحسين أداء الهاتف الآن هذا الخيار أنصحك به إذا كان هاتفك ثقيلا أو إذا كنت تريد تشغيل الألعاب فتضغط فقط على بوست ناو كما تشاهد معي يتم تحسين الأداء مباشرة بضغطة واحدة أيضا الخيارات المهمة جدا عندنا الباتري كاليبريشن التي تسمح لنا بعمل معايرة لبطارية الهاتف كما سبق أو شرحت في إحدى الحلقات الخاصة بالشائعات حول البطاريات وأتصحيح لبعض المفاهيم قلت بأن المعايرة في البطاريات الحديثة ليست مطلوبة لأن البطارية الحديثة تقوم بذلك تلقائيا لكن إذا كنت تواجه بعض مشاكل على البطارية في جهازك سرعة نفات الشحن أو أدخلت بعض الأكوات تسببت في مشاكل فيمكنك أن تستخدم الباتري كاليبريشن من أجل عمل معايرة لها كما تشاهد يتم عمله في ثواني إذا ننزل إلى الأسفل عندنا فرام مناجر اضغط هنا واختر بلانسد هذه الخيارات أو الإعدادات ينصح بها مطور التطبيق لذلك تأكد من اختيار هذه الإعدادات التي أشرحها أنا وليس شيء آخر بعد ذلك ننزل مباشرة إلى القسم الخاص بالكورنل موديفيكيشنز نختار من أمام الكورنل تويكس هنا نختار لايت خفيف وليس الضوء بعدها نقوم أيضا بتفعيل الكورنل سليبر أوبتميزيشن ثم من قسم سيستم تويكس نختار الباتري إمبرومنت نحوله إلى أون أيضا الفاستر بوت إذا كنت تريد أن تقوم بتسريع تشغيل جهازك إذا كان جهازك ثقيل يشغل ببطء عندما تقوم بإطفائه وتشغيله يشغل ببطء فيمكنك أن تختار الفاستر بوت عندنا أيضا الفلاق تونر نقوم بتفعيله ثم ننزل أيضا إلى الأسفل إذا كنت تعاني من بطء أثناء حركة الجهاز هكذا فيمكنك أن تختار هذا الخيار عندنا إمبروف سكرولين هذا خيار يعني يبقى لك أن تختاره أو لا ثم عندنا أيضا هذا الخيار ديزيبل ديباغين نقوم بتفعيله سنرى إن شاء الله معنا كل هذه الخيارات أو أغلبها من خلال المطور نفسه بعد قليل إذا لم تكن تعريف ماذا تعني كل ميزة من هذه الميزات سوف نرى كيف يمكنك أن تفهم وظيفة كل هذه الميزات إذا نقوم بتفعيل هذا الخيار عندنا هنا بعض الميزات المهمة أيضا إذا كنت تعاني من مشاكل مثلا في الصوت أثناء إجراء المحادثات يمكنك أن تختار هذا الخيار إذا كنت تعاني من مشكلات الشاشة السوداء في هاتفك بعد الانتهاء من المكالمات يمكنك أن تختار أيضا هذا الخيار ثم الإمبروف إيميج كواليتي لتحسين جودة الصورة إذا كنت تعاني من مشاكل في الصورة بعد ذلك نعود إلى هنا قائمة الإعدادات عندنا CPU Tuner إذا كنت تعاني من بطء في جهازك بطء كبير وخصوصا أثناء تشغيل الألعاب يمكنك أن تقوم بتشغيل هذه الميزة CPU Optimizer نعود أيضا إلى قائمة الإعدادات عندنا الكلينر هذا المنظف طبيعة الحال هذا الخيار Clean Junk Files للتخلص من الملفات الغير مهمة على جهازك لا تستخدمه أنت شخصيا فقط تتراكم عندنا أيضا Clean Up Cache إذا كنت تريد تنظيف الكاش الخاص بالتطبيقات ثم عندنا باقي الخيارات لأنصحك باستخدامه هذا White Cache Partition الذي نستخدمه عادة عند الفرماط لأنصحك باستخدامه ثم عندنا Run Cleaner On Boot هذا الخيار يمكنك تفعيله إذا كنت تريد أن يتم تنظيف جهازك كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز ترقائيا هذا L-Net Optimizer هذا الخيار يسمح لنا بتحسين هداء الأنترنت كما تشاهد معي مجموعة من الإعدادات الخاصة بالأنترنت ما أنصحك بها فقط هو تفعيل جوجل DNS إذا كنت تريد استخدام DNS الخاص بالجوجل والمعروف بأنه هو واحد من أفضل DNS التي يمكن اعتمدها عندنا أيضا Air Tweaks أنصحك بتفعيل هذا الخيار هنا الأول وأيضا بتفعيل الخيار SD Tweak الذي يعمل على تحسين أداء البطاقة الخارجية وتفعيل أيضا هذا الخيار Partition Remount من الخيارات المهمة عندنا عندنا أيضا Speed News إعدادات خاصة بجديد التطبيق عندنا ال Backup هذا من الخيارات المهمة جدا نضغط على ألاو الإعطائي الصلاحية تضغط بطبيعة الحال مجددا هنا يمكنك عمل نسخة احتياطية لجهازك بالضغط فقط على Backup ثم لإستعادتها فقط تضغط على Restore الأمر بهذه البساطة كما بتحيد معي يمكنك أيضا مسح النسخة الاحتياطية التي قمت بعملها بالضغط على Remove Backup ثم هنا عندنا إعدادات خاصة فقط بالتطبيق Settings لتغيير مثلا التطبيق إلى اللون الداكن كما تشاهد معي ومجموعنا الإعدادات الخاصة فقط بالتطبيق غير مهمة جدا ثم في الأخير عندنا هذه البول أباوت أيضا خاصة بالتطبيق إذن بعد أن تعرفنا على التطبيق ننتقل الآن إلى كيفية التعرف على الرموز المستخدمة في التطبيق أو العبارات التي لم تفهمها كم يمكنك أن تفهمها؟ إذن إذا وجهت بعض المصطلحات التي لم تفهمها فهذه الصفحة التي يمكنك التوجه إليها لفهم أي مصطلح في التطبيق كما تشاهد نحن الآن في منتدى XDA Developers الغنية عن التعريف هذه صفحة خاصة بالتطبيق مقدمة من مطور التطبيق نفسه مثلا عندنا CPU Tuner ماذا تعني Cleaner ماذا تعني عندنا Sader ماذا تعني Ohm Color ماذا تعني كما يقول لنا مثلا Improves the Performance مثلا أو تحسين أداء الجهاز هناك بعض الميزات أو بعض الوظائف لم يتم شرحها بعد من قبل المطور لكنها قليلة جدا مثلا Cache Reclaiming يقول لنا Explanation coming soon بمعنى أن شرح هذه الميزة سوف يتم شرحها قريبا إن شاء الله عندنا Cache Allocation مثلا عندنا Kernel Tweaks يقول لنا مثلا Improves especially the performance and also the battery life بمعنى أن هذه الميزة تقوم بتحسين الأداء وأيضا تحسين أداء البطارية وتطيل في عمرها عندنا ميزة Fast Charge التي تسمح لنا بشحن الهاتف بسرعة أو الشحن السريع كما تشاهد يقول لنا Improves the charging speed يعني تسريع الشحن عموما لكن هذه الميزة لم أشاهدها في التحديد الجديد للتطبيق يمكن أن تعود في التحديدات القادمة عموما إذا وجدت Fast Charge يمكنك أن تقوم بتفعيله إذا كنت تعاني من بطء في شحن هاتفك وهكذا يمكنكم أن تفهم باقي الإعدادات وباقي المفاهيم الموجودة في التطبيق رابط هذه الصفحة إن شاء الله أيضا تجده مع التطبيق في الموضوع والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه لا تنسى الضغط على زي اللايك ومشاركة الحلقة ثم الاشتراك في القناة الأولى والثانية لموقع مشروح حتى يصلك الجديد كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة